السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعة كناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال الحقيقة الفيديو ده موجه لحبيبنا طلاب الشهادة الإعدادية الناس اللي خلصت إعدادي والمفترض تكون قدمت في الثانوي الثانوي العام الثانوي الفني أهم حاجة تكون قدمت الحقيقة في ناس لسه مقدمتش لحد دلوقتي نستنية فرصة تخفيض القبول بالثانوي العام أو الثانوي الفني واعتقد يا شباب أن الموضوع خلاص أفل على كده المحافظات اللي هي خفضت خلاص خفضت سوى بقى مرحلة أولى تانية تالتة ربعة تمام كده يا شباب وبعد كده في بعض المحافظات أصلا ما خفضتش هي بدأت بمجموع معين واستمرت عليه فاعتقد خلاص الفرصة كده انتهت للتخفيض مرة أخرى ولكن تم إعادة فتح موقع التقديم الإلكتروني للالتحاق بمدارس الثانوي العام والفندقي وأعتقد خلاص يتبقى آخر مرة لفتح موقع التقديم الإلكتروني فتح إمتى يا مستر من يوم 29 9 2021 لحد إن شاء الله 7 أكتوبر 2021 ويستمر التقديم في هذه الفترة عبر الموقع الإلكتروني فسيادتك لو ما قدمتش اتفضل قدم مستني إيه؟ مستني الفرصة تروح عليك المفترض سيادتك خلاص تقدم وفي نفس الوقت إنت أقدم أهم حاجة وتابع كل يوم رح أسأل في المدارس شوف الدنيا ماشية إزاي ما تستناش لأن الوقت مش في صالحك تمام كده يا شباب؟ يبقى مهم جدا جدا التقديم في هذه الفترة طب يا مستر أنا جاي بدرجة للأسف مش كويسة درجة قليلة لأي ظروف كانت وبعد كده مش عارف أقدم في إيه بص يا أستاذي سيادتك مبدئيا كده أنت لازم تتابع مع المدارس والإدارات اللي سيادتك ساكن جنبها أو اللي هي قريبة منك وشوف المجميع أخبارها إيه؟ يمكن تلاقي مجموع يناسب حضرتك ومدرسة تناسب حضرتك كويسة يبقى سيادتك تسأل في المدارس كمان لأن ممكن تلاقي المجموع بتاعك يقبل في مدرسة سيادتك عايزها تمام كده؟ يبقى حضرتك ما تكسل شي وانزل برضو اسأل في المدارس اللي قريبة منك لو سيادتك مش عارف تقدم في إيه؟ تعال نفكر مع بعض ممكن في فكرة ولا حاجة تقابلك تكون فكرة كويسة وإحنا بنفكر مع بعض تمام كده يا شباب؟ مبدئيا كده سيادتك تقدم في مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة تمام كده؟ دي الفرص اللي قدامك ما فيش فرص غيرها الحاجة التانية سيادتك بالنسبة للمدارس الحكومية عندك خدمات تجاري صناعي زراعي تمام كده؟ دي بتاخد من 140 فسيادتك تقدم لأنها فرصة كويسة يبقى سيادتك موضوع مدارس الخدمات التجاري والصناعي والزراعي مهمة جدا برضو سيادتك برضو تسأل في المدارس اللي حولك وتشوف الدنيا ماشية زي لأنها بتاخد من درجات قليلة جدا معظم المحافظات يا شباب بتاخد من 140 طب يا مستر الخدمات دي كويسة يا ابني أولا أنت مجموعك معلش قليل لأي سبب إن كان الحاجة التانية سيادتك لما بتخش خدمات تجاري وتتفوق فيها سيادتك تقدر بعد كده إن شاء الله بأمر الله تقدر تخش كلية زي كلية التجارة لو أنت في صناعي خدمات ممكن بعد كده تتفوق وتخش كلية زي كلية الهندسة يا مستر ما أقول لك هذا كلام ده أيوة يا ابني عادي لا يوجد أي مشكلة مسيادتك سيبقى زيك زي خريج عادي تجاري أو صناعي أو زراعي اللي هو دخل عادي مش خدمات تمام كده الفرق يمكن يكون فيه الفلوس وحاجة زاكرة بسيطة جدا لكن الكليات وفرص الالتحاق بيها لا يوجد أي مشكلة خالص لو أنت جاي من مجموعة مثلا 140 درجة تقدر تخش إن شاء الله خدمات تجاري واخد بر حضرتك وفيه برضو فني تجاري متقدم اللي هو خمس سنوات ده برضو بياخد من 140 سيادتك تنزل وتسأل وتشوف الدنيا ماشي عشان ما تفوتكش فرصة طب مثلا لما أنا أقدم مثلا في خدمات تجاري أنا أقول لك الحقيقة جميلة سيادتك قدمت في مثلا خدمات تجاري نظام التلات سنوات زي الفول تمام ربنا كرمك ونجحت فيها وتفوقت عملت معادلة دخلت كلية التجارة تعرف إن سيادتك ممكن تخش كلية حربية نعم يا مستر إيه ده إيه ده إزاي يعني ما أنا أقول لحضرتك دلوقتي الكلية الحربية بيتم الإعلان كل سنة عن قبول تخصصات معينة من كلية العندسة من كلية الطب من كلية العلوم من كلية التجارة على حسب التخصصات اللي هم عايزينها تمام كده بيتم الإعلان فسيادتك ممكن ربنا يا كرمك كده إن شاء الله وتقدم كمان في الحربية يبقى أنت متخرج من الكلية طلب التخصص بتاع حضرتك تقدر إن شاء الله تقدم في الكلية الحربية شوف الموضوع سهل إزاي مش عشان بس سيادتك جبت مجموع وليل تقول بقى خلاص أنا كده إيه ضعت ومش عارفه كلام ده كله كلام ده ما ينفعش لازم يكون عندك عزيمة إنك انت تشتغل وتزاكر وتكتهد وتتفوق كمان قدر الله ومشاء فعلا أنت جبت مجموع ما مجموع إليه لنظر لظروف معينة تمام كده أبتري بقى أنتبه لمستقبلي ممكن أخش زي ما قول لحضرتك كده خدمات تجاري وبعد كده ربنا يا كريمك تخش منها كلية التجارة تمام كده يبقى الموضوع موقفش إنك جبت مية واربعين يبقى الدنيا انتهت لا أما انتهتش أما حاجة سيكون عندك العزيمة والاجتهاد والجد إنك انت تشتغل وتتفوق وكذلك يا شباب برضو عندك خدمات صناية عندك خدمات زراعي عندك سياحة وفنادق لسه في عندك فرص جميلة جدا ومدارس حكومية سيادتك تقدر تتواصل مع المدارس والإدارات اللي حواليك اللي جنبك انزل وما تكسل لا تبقى كسلان تمام كده اكتهد كده خليك كده نشهد وشد حيلك واكتهد ماشي يا شباب إحنا مش عايزين بس نمل من الكلام أهم حاجة إن سيادتك تشوف الخطوة اللي جاية إيه وتستعد لها طب ده بالنسبة للحكومي خش بقى على المدارس الخاصة عندك بقى المدارس الخاصة دي في بعض مدارس استكفت وفي بعض مدارس لسه بتطلب وممكن تقدم فيها على حسب أنا أقول لك بعض المدارس سيادتك بقى ممكن تتواصل معهم المدارس دي كنا احنا عملنا عليها فيديوهات بالتفصيل قبل كده هسيب برضو اللينكات أسفل الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله وسيادتك ممكن بقى تتواصل معهم تشوف بقى المدرسة اللي هي لسه فيها عدد وممكن تقدم فيها وعجبك اتفضل روح وشوف الدنيا ماشي ازاي ولحق وقدم لإني فعلا فيه مدارس خاصة واستكفت خلاص كده فأنت سيادتك ما تضيعش الفرصة من حضرتك أنا أقول لك بعض المدارس وانت تواصل معهم ممكن تلاقي بعض مدارس استكفت ممكن تلاقي مدارس طلبة شوف سيادتك بقى الدنيا ماشي ازاي عندك المدارس الخاصة عندك مدارس بيونيرز الدولية للحاسبات اللي بتقبل من اعدادية عامة او ازهرية ودي بوابتك لكلية الهندسة تمام كده مدرسة صنايع جميلة لذيذة هلوة كده للحاسبات هلو تمام سيادتك تقدر تخشها ربنا يكرمك تتفوق تعمل معادلة تخش كلية الهندسة موجودة فين موجودة في سوهاك لأن النهاردة ان شاء الله ولك على مدارس من مختلف المحافظات طيب لو انت برضو في الصعيد حبيبنا في الصعيد لو انت من المينيا عندك مدارس سمارت الثانوية للحاسبات والالكترونيات المدرسة دي برضو للبنين والبنات نظام التلات سنوات عامه ازهر معتمدة طبعا من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني تمام كده فيها طبعا تخصصين تخصص الحاسب الآلي والالكترونيات تمام كده يا شباب يبقى عندك ايه هذه المدرسة برضو مدرسة الإيمان السنوية الفندقية مدرسة خاصة مدرسة فندقية بتقبل من 140 يتأهل لكليات نظام الدراسة ثلاث سنوات البنين اللي هم مبنى لوحدهم والبنات اللي هم مبنى لوحدهم برضو مدرسة من المدارس الحقيقة برضو كويسة عندك برضو مدارس شهين الفنية الصناعية المتقدمة دي موجودة في الأسكندرية عندك فرع العوايد العجمي وابس الليمان وعندك فرع ميدان الساعة فيكتوريا تمام كده فيها أقسام كتير المدرسة بتقبل من 140 درجة عام وازهر بنين وبنات قسم سيانة الأجهزة الطبية فن معمل التبريد والتكييف قسم الكهرباء الصناعية قسم فن بصريات وحياة كتير تمام كده عندك مدارس الشروق الصناعية المتطورة لنظم المعلومات موجودة في القاهرة والجيزة بتقبل من 140 من عام وازهر بنين وبنات فيها أقسم كتير زي بترول زي قسم هندسة الحاسب العالي والشبكات قسم التبريد والتكييف قسم فني معمل كيميا قسم الكترونيات صناعية وهكذا تمام يا شباب ودي برضه عملنا عليها فيديو سيب لك اللينك بتاعت الفيديو هد ان شاء الله أسفل الفيديو النهاردة عندك المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا ده موجود في الأسكندرية بيقبل من 140 درجة وتابع لوزارة التجارة والصناعة مصلحة الجفاية الانتاجية ومعتمد من وزارة التربية والتعليم تمام كده سيادتك بتاخد برضه شهاد التلمزة الصناعية الأجسام اللي فيه محركات بحرية بصريات فن معمل الكامية أجهزة طبية سيارات تبريد وتكييف منابس جهزة حاجات كتير جدا تقدر تحصل على جواء السفر بحري وكمان ان شاء الله يقدر يقهلك لكلية الهندسة كلية التربية كليات كتير تقدر تخش ان شاء الله لما يتخلص هذا المعهد اللي هو طبعا ثلاث سنوات عندك مدرسة المستقبل الحديثة الصناعية دي موجودة في الجيزة والمنصورة دي بوابتك لكلية الهندسة اعتقد فرق الجيزة استكفى المنصورة تقريبا لسه طلبين عدد تمام كده برضو لو جبت مجموعة كويية زي ما قلنا تقدر ان شاء الله تعمل معدد وتخش كلية الهندسة الحقيقة زي ما قلنا كده في مدارس كتير جدا جدا أهم حاجة سيادتك ما تعدش في البيت وتركن أهم حاجة تنزل وتشوف الدنيا ماشية ازاي وتسأل في الإدارة وتشوف المدارس اللي حواليك أخبارها ايه وإحنا حاولنا في الفيديو ده ان احنا صح صح حضراتكم شوية الناس اللي مقدمتش ومستني التنسيق ينزل تاني ولا حاجة المدارس خلاص يا أولاد على الأبواب مفيش وقت خالص لأي حاجة سيادتك عايز تقدم حكومي عندك الخدمات تفوق فيها ممكن ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتخش كلية وبعد كده كمان تقدر تخش كلية حربية ولا حاجة تمام الحاجة التانية سيادتك برضو تقدر تخش بقى مدرسة خاصة وبردو المدارس الخاصة فيها على فكرة مدارس كتير امكانياتها كويسة ربنا وفقك يا شباب حابنا بس نتكلم مع بعض نصح صح مع بعض عشان نعرف ان اخر موعد للتقديم الالكتروني بالنسبة للثنة والعام والفني هو يوم سبع عشر الفين واحد وعشرين ربنا وفقك يا شباب لا تنسوش بقى اللايك والشير وتعليق جميل عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته